السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة معانا منصة احترافية جديدة للتسويق بالعمولة وهي منصة جيفيزو بعد المشاكل اللي قبلناها واللي عرفناها وهي مشاكل التسجيل في منصة كليكبانك الشهيرة النهاردة هنشرح بالتفصيل ازاي تسجل في منصة جيفيزو الاحترافية اللي عليها جميع منتجات كليكبانك بل اكتر كمان وازاي هيتم مقبلنا بمجرد تسجيل الدخول والتقديم البيانات الخاصة بنا على منصة جيفيزو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم من جديد في قناة تعلم دوت نت ودرس جديد من دروس التسويق بالعمولة ومنصة جديدة احترافية هي منصة جيفيزو زي ما قلنا في مقدمة الفيديو النهاردة هنعرف ازاي نسجل في منصة جيفيزو وازاي يتم مقبلنا ان شاء الله في اسرع وقت ممكن لا في الوقت الحالي واحنا بنسجل في منصة جيفيزو كمان هنعرف اه ايه هي الادوات اللازمة اللي تسهل قبولك في منصة جيفيزو وكمان ازاي نختار منتج ناجح في منصة جيفيزو علشان نبدأ صح في مشوارنا في التسويق بالعمولة بس قبل ونعرف كل التفاصيل دي ياريت لو كنت لحد الوقت مشتركتش في القناة ياريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا وطبعا اوعى تنسى اللايك لانه ده اكتر حاجة بتسعدنا حتى لو الفيديو ما عجبكش ممكن تعمل ديسلايك وتقول في كومنت تحت الفيديو ايه اللي مش عجبك في فيديو النهاردة نرجع بقى لموضوعنا النهاردة وهو الطريقة الصحيحة للتسجيل في منصة جيفيزو وازاي يتم قبلنا اثناء التسجيل في الوقت الحالي هتلاقي الرابط موجود في صندوق الوصف بعد ما تضغط على الرابط بيفتح لنا المنصة اللي قدامنا دي منصة جيفيزو طبعا منصة غنية غنية عن التعريف قبل ما نعرف طريقة التسجيل الصحيحة في منصة جيفيزو لازم نعرف ايه هي المميزات اللي بتميز جيفيزو عن باقي المنصة اول حاجة ان هي منصة مجانية مية في المية تقدر تسجل فيها مجانا وطبعا دي موجودة في كليك بانك وديجي ستور الميزة التانية ان هي بتقبل جميع المسويين على مستوى العالم وبالاخص العرب يعني سواء انت كنت من المغرب واللي بيقابله مشاكل كتيرة جدا اثناء التسجيل في كليك بانك كمان اخواتنا اللي في الجزائر تونس المغرب الأردن فلسطين اي حد على المستوى العالم اي حد في الدول العربية يقدر يسجل مجانا دلوقتي في جيفيزو ويتم قبوله ان شاء الله سرع وقت ممكن زي ما هنعرف في فيديو النهاردة كمان منصة جيفيزو فيها ميزة مش موجودة في باقي المنصات وهي ميزة استلام الأرباح عن طريق بنك باي بالي الالكتروني وكمان بنك بايونير الالكتروني كمان في اكتر من اربع طرق اخرى لاستلام الأرباح من منصة جيفيزو كمان الكوكيز او البصمة الخاصة بالشخص اللي يسوى على منصة جيفيزو مدى الحياة اي حد يضغط على رابط الافليات بتاعك لو اشترى بعد شهر بعد اتنين بعد سنة بعد اتنين العمولة هتوصلك انت طبعا كل ده في حالة ان الزائر ده لم يقوم بمسح الكوكيز في خلال الفترة المعينة اللي هو اشترى فيها كمان منصة جيفيزو بتتيح عملية الدفع التلقائي على حسابك في بايونير بمجرم بتقوم باول عملية بيع وطبعا دي مش موجودة في باقي المنصات كمان في ميزة مميزة جدا في منصة جيفيزو ان انت تقدر تسجل في منصة جيفيزو كباقع وكمسوق الاتنين في حساب واحد يعني تقدر تسوق لباقي المنتجات اللي موجودة على جيفيزو وكمان تقدر تسوق لمنتجك الشخصي ويكون فيه افليات او مسويين اخرين للمنتج بتاعك وتقدر تدير الحسابين دول من خلال حساب واحد على منصة جيفيزو اصلا الموازات دي كفيلة جدا ان انت تتشجع وتسجل في منصة جيفيزو ويتم قبولك ان شاء الله زي ما هنعرف في الفيديو ده طبعا بعدها بتضغط على رابط التسجيل في منصة جيفيزو بتلاقي هنا ستارت فور فري زي ما قلنا بتضغط عليها علشان يفتح لك صفحة التسجيل اللي قدامنا دي واحنا هنا بنمر باربع خطوات اساسية للتسجيل والقبول في منصة جيفيزو الخطوة وهي ارجستر تمام وهي تسجيل البيانات بتاعتك اسمك وبريد الكتروني والدولة بتاعتك تمام والخطوة التانية اللي بعد كده اللي هي فيريفاي اكاونت اللي هو تأكيد حسابك والخطوة اللي بعد كده اللي هي اختيار طريقة الدفع او طريقة استلام الارباح من منصة جيفيزو والخطوة الرابعة والاخيرة اللي هي الادوات اللازمة لك للتسويق بطريقة صحيحة على منصة جيفيزو فنبدأ باول خطوة وهي خطوة ارجستر وهي تسجيل البيانات فنبدأ هنا نسجل بياناتك الشخصية وهو اسمك بالكامل وطبعا لازم تسجل بياناتك الشخصية الصحيحة علشان ان شاء الله ما تقابلش اي مشكلة اثناء استلام ارباحك من منصة جيفيزو بعد كده بعد كده بتسجل البريد الالكتروني بتاعك وتكتب كلمة مرور قوية للبريد الالكتروني وبعد كده بتكتب او بتعيد كلمة المرور وبعد كده بتختار الدولة اللي انت عايش فيها زي ما قلنا في المقدمة ميزة من موايزات منصة جيفيزو ان هي متاحة لجميع الدولة العربية لو بصل هنا تلاقي هنا الجرية الجزائر لو دورنا على اخشقاءنا في المغرب واللي بيعانوا كتير جدا في التسجيل في منصة كليكبانك ولكن احنا هنا لو دورنا على مروكو هتلاقي هنا مروك اهو فمروكو بيتم القبول ان شاء الله في منصة جيفيزو انا اختار طبعا دولتي مصر وبعد كده بوافق على الشروط والاحكام وبعد كده بضغط على ريجيستر عشان ندخل على الخطوة اللي بعد كده وهي زي ما انت شايف هنا بيقول لك تمام المفروض بيقول لك هنا انت خلاص شكرا للتسجيل روح للبريد الالكتروني بتاعك علشان تأكد لنا على البريد الالكتروني بتاعك علشان ندخل على الخطوة بعد كده في التسجيل فروح على البريد الالكتروني زي ما انت شايف هنا اه اكشن ريكوايرد اكتيفيت يور اكاونت من جيفيزو فبضغط عليها وهنا بلاقي رابط هنا بضغط عليه علشان يكتف لي حسابي او ينشط لي حسابي زي ما انت شايف هنا بيقول يور اكاونت هاز ساكسفولي بيند اكتيفيتد بليس لوج ان بلو هنا بقول لك خلاص انت حسابك اا تم تفعيله دخل بريدك الالكتروني وكلمة المرور مرة تانية واعمل لوجين علشان نكمل باقي الخطوات وباقي القبول في منصة جيفيزو فاسجل بريد الالكتروني والباسورد واضغط علي لوجين زي ما انت شايف هنا روحنا للخطوة التالتة خلاص احنا عملنا رجستر وبعد كده وبعد كده روحنا للخطوة التالتة وهي او اختيار طريقة استلام ارباحك على منصة جيفيزو احنا هنا عندنا اكتر من طريقة لاستلام ارباحك من منصة جيفيزو ولكن منها طريقتين مهمين جدا وهو بنك بيونير وبنك بيبال طبعا هنا زي ما انت شايف جيفيزو بيطيح الدفع عن طريق حسابك في بيونير زي ما انت شايف وكمان بيطيح الدفع عن طريق حسابك في بيبال نبدأ باول وسيلة في استلام ارباحنا على منصة جيفيزو وهو حسابك في بيبال لو انت عندك حساب في بيبال فبتضغط هنا على ناو علشان تبدأ تربط حسابك في بيبال مع حسابك في جيفيزو بيتم الربط تلقائي علشان تقدر تستلم ارباحك على حسابك في بنك بيبال لكن انت لو مش عندك حساب في بنك بيبال الاكتروني فانا شارح بالتفصيل فوق هنا في حرف الاي الطريقة الصحيحة لانشاء حساب كامل على بيبال مفعل تفعيلا كاملا يقبل استلام وسحب الاموال من اي منصة حول العالم لكن في ملحوظة مهمة جدا 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 ان انت لازم يكون عندك حساب بيبال من النوع بيزنس او من النوع تجاري علشان تقدر تربطه بحسابك في منصة جيفيزو وتقدر تستلم ارباحك لو عايز تعرف ايه الفرق بين الحساب الفردي والحساب البيزنس او التجاري في بنك بيبال فهتلاقي الشرح فوق في حرف الاي هنا وهتلاقيه في صندوق الوصف. طيب حد هيسألني يقول لي لو انا عندي حساب في بيبال فردي مش تجاري. وقال لك ما تقلقش في قل من ثانية تقدر تحول حسابك الفردي او في بيبال الى حساب بيزنس او تجاري في بيبال وانا شارح الطريقة دي بالتفصيل فوق في حرف الاي وهتلاقيه في صندوق الوصف. المهم انت بقى سواء كان عندك حساب في بيونير من نوع فردي او بيزنس او لسه هتنشئ حسابك في بيبال. وعايز تربطه بقى بي في جي فيزو وبتضغط على هنا علشان تبدأ خطوات الربط زي انت شايف هنا اد اكاونت بتضغط على اد اكاونت تمام وبتبدأ بقى تتبع الخطوات في ربط حسابك في بيبال مع حسابك في بيونير بتدخل بريدك الالكتروني الخاص بحسابك في بيبال واختيار الدولة ونيكست بتدخل كلمة النور الخاصة في بيبال وبيتم ربط حسابك في بيبال مع جي فيزو تلقائيا علشان تقدر تستلم ارباحك من منصة جي فيزو. لكن انت لو هتربط حسابك في جي فيزو بحسابك في بيونير فبتروح على الاخونة دي وتضغط على على علشان يدخلنا على صفحة ربط حسابنا في بيونير زي ما احنا شايفين بجي فيزو بضغط هنا على تمام علشان يدخلنا على الصفحة اللي قدامنا دي وهنا هنا بتدخل الاميل الخاص بحسابك في بيونير وكلمة المرور الخاصة بك في بيونير علشان بيونير يتيح ليك استلام ارباحك من منصة جي فيزو بجرد ما تعمل صين ان وانت في بيونير هنا بيقول لك خلاص خلاص تم ربط حسابك في بيونير بمنصة جي فيزو علشان تقدر تستلم ارباحك بنجاح نرجع تاني بقى للداشبورد الخاصة بحسابنا في جي فيزو اللي احنا لسه شغالين عليها وهنا بيقول لك خلاص آآ تم ربط حسابك في بيونير زي ما انت شايف هنا اكتف وهنا تفاصيل حسابك لو رجعنا تاني بقى للداشبورد وعملنا بيدخلك على الخطوة الرابعة وهي اللي هي الادوات الافضل على الاطلاق لاستخدامها في التسويق بالعمل على منصة جي فيزو انا مليش دعوة بالكلام ده كله والادوات برجع تاني على الداشبورد واضغط عليها علشان يدخلني هنا على الصفحة الرئيسية او الداشبورد الخاصة بمنصة جي فيزو الاحترافية هنا منصة جي فيزو ممتازة جدا ان هي بتتيح لك الداة او الستاتيكس او البيانات بتاعة المسوق الموجود على منصة جي فيزو سواء كان او كان باقع زي ما انت شايف هنا البيانات التي على الشمال الخاصة بيه الباقع وهنا البيانات التي على اليمين الخاصة بيه المسوق للمنتجات ولو نزلنا تحت بنلاقي هنا الأكسيس برودكت وهنا يور أبروفال برودكت هنا المنتجات اللي متوافق عليك للتسويق ليها على منصة جي فيزو وهنا كلمة فايند برودكت لو انت بتبحث عن منتجات عايز تسوق لها على منصة جيفيزو. نطلع فوق بقى ونكمل بقى الايكونات الخاصة بحسابنا في جيفيزو وتلاقي هنا ايكونة خاصة بالافليات او المسوق. هنا الافليات داشبورد لو ضغطنا عليها بيفتح لك البيانات اللي هي ستاتيكس اللي قدامنا دي الخاصة بالمسوق. وهنا الكويكستيت وهنا المنتجات اللي انت متوافق عليك لها ليه التسويق. وهنا الايكونة اللي تلازم تهمني قوي حاجة اسمها الفايند برودكت وهنا لو انت عايز تبحث عن منتج تسوق ليه على منصة جيفيزو. بضغط عليها او بفتحها في صفحة جديدة عشان هنا ابدأ ادور على المنتجات الكويسة والنجحة على منصة جيفيزو علشان ابدأ اسوق لها. زي من شايف هي دي المنتجات اللي موجودة على منصة جيفيزو. وهنا بنلاقي جميع البيانات الخاصة بالمنتج اللي انت هتسوقه على منصة جيفيزو. هنا البرودكت تايتل هنا عنوان المنتج. وصاحب المنتج او السيلر البائع. فناخد شرح على المنتج رقم اتنين هنا اللي هو ليفي دو برو. تمام? اول حاجة هنا المنتج ده تم اصداره على منصة جيفيزو وبداية ترويجه على منصة جيفيزو كان بتاريخ تلاتة احداشر اتنين وعشرين. تمام? هنا عدد المرات اللي تم بيعها للمنتج ده. هنا تم بيعه اكتر من متين مرة. زي ما انت شايف هنا اداية من تاريخ حداشر تلاتة. النهاردة تلاتاشر تلاتة. يعني في خلال يومين تم بيع المنتج اكتر من متين مرة. بعد كده بروح لايكونة او التحويل نسبة التحويل. نسبة التحويل هنا تسعة ونص دقريبا في المية. فدي نسبة كويسة جدا. اي حاجة بداية من تسعة او عشرة لحد عشرين في المية. فدي نسبة تحويل ممتازة. بعد كده بروح لاي بي سي او يعني هنا لو الشخص حول ميت كليكة او حصل على ميت كليكة او ميت ضغطة على رابط التحويل ده. فحصل مقابل كل كليكة اتنين دولار. وده حاجة كويسة جدا. بعد كده اه حوالي اربعة وعشرين دولار. اه هي العمولة هنا حوالي خمسين في المية. والريفاند هنا تقريبا اقل من نص في المية ودي نسبة ممتازة جدا. لارتجاع او رجوع اه المبيعة. فلازم تختار اه منتج الريفاند بتاعه قليل جدا جدا اقل من واحد في المية. طيب ايه افضل المنتجات اللي سوالها هنا على منصة اه جيفيزو. اول حاجة تختار منتج اللونش بتاعه قريب. يعني خلال شهر تلاتة او لسه هيتم اصداره في المستقبل وهاعرفك ازاي تعرف المنتجات اللي لسه هيتم تسويقها على منص جيفيزو. تاني حاجة بتروح للمنتج اللي عليه مبيعات عالية. زي ما قلنا هنا المنتج ده اتباع اكتر من متين مرة خلال يومين. تروح للمنتج اللي عليه مبيعات عالية او لاتباع كتير في اقل فترة ممكنة. ما تروحش تختار منتج قديم من الفين وعشرين او الفين وتسعة ومنتجات الاديمة دي. بنختار هنا المنتج برضو بتاعته عالية اللي هو الربحة مقابل كل ضغطة او كل هنا عالية. طبعا بتروح هنا للمنتج برضو اللي بتاعه عالي هنا خمسين في المية واهم حاجة المنتج اللي بتاعه قليل جدا هنا اقل نص في المية. فزي ما احنا شايفين المنتج ده مميز جدا للتسويق له على منصة جيفيزو. طيب تعالوا نعرف بقى باقي البيانات او المعلومات الخاصة بالمنتج ده واللي بتأكد لك ان المنتج ده ناجح وفرصته كبيرة او فرصته حلوة لو انت هتسوق للمنتج ده. لو لاحظنا تلاقي هنا اربع اشارات او اربع ايقونات اه تحت اسم السيلر او الباقي الخاص بالمنتج ده. علامة الجوهرة والنجمة والنسبة المقوية والكاس دي. نلاحظ ان الاربع ايقونات دول او الاربع علامات دول مش موجودين في معظم المنتجات اللي تحت. فليه المنتج ده قوي وناجح? اول حاجة هنا علامة الجوهرة معناها بريميام سيلر. يعني الباقي صنف كبريميام سيلر يعني اللي هو الاكسر ثقة وباقي موصوق فيه على منصة جي فيزو. فانت كم مصوق? طبعا هتكون متطمن قوي وانت بتسوق للمنتج ده لان صاحب المنتج الموقع واثق فيه صاحب المنتج موصوق. كمان واخد رمز النجمة ومعناها هنا المنتج ده واخد ان هو افضل منتج فيه اليوم الحالي. لانه اتباع كتير والصقة عليه كبيرة او الصقة فيه كبيرة. كمان المنتج ده او صاحب المنتج ده واخد علامة الفيلمية يعني بيقول لك ان صاحب المنتج ده واخد ترقيم او تقييم ضمن العشرة في المية الاوائل على المنصة كاملة. فدي برضو بتقوي قلبك وانت بتسوق ليه المنتج ده? كمان واخد رمز الكاس اللي هو يعني ايه? طبعا وانت بتسوق المنتج لازم آآ تدور على اكتر من طريقة للربح من المنتج ده. اول حاجة كطريقة للربح من المنتج ان انت وانت بتسوق له بتحصل على كوميشن او عمولة. لكن في ميزة اضافية في المنتج ده. ان صاحب المنتج ده بيدي لك ميزة اضافية او ارباح اضافية لما تسوق للمنتج ده. يعني ايه? يعني صاحب المنتج ده بيقول يا مسوقين يالي هتسوقوا للمنتج بتاعي انا بدي حوافز اضافية للي بيسوقوا للمنتج بتاعي. ان خلال اسبوع معين او خلال يومين او خلال يوم اعلى ناس او اعلى مسوق او اعلى بائع هيبيع للمنتج بتاعي انا هتدي له مثلا مية دولار زيادة. مسلا الف دلار. مسلا آآ تلات تلاف دولار. ورقم اتنين في المبيعات هيحصل على الف دولار. ورقم تلاتة في المبيعات هيحصل على خمسمية دولار. ده طبعا غير العمولة الاساسية اللي انت بتاخدها على المنتج. وده معنى وعلشان ناخد مثال او الحوافز الاضافية لما بتسوق للمنتج المعين ده. بلاقي هنا حاجة اسمها وهنا بيجيب لك كل او الحوافز الاضافية اللي هتكون موجودة على المنصة او لو كانت موجودة بالفعل. ففتح هنا في صفحة جديدة. بيجيب لي هنا الموجودة هنا زي ما انت شايف ده هيتم نشره بيوم آآ خمستاشر تلاتة وده سيتم نشره في يوم تلاتاشر تلاتة. ولو روحنا الى التاني آآ اللي سيتم اطلاقه على منصة بنظام الحوافز. هتلاقي هنا هيكون مدة فترة دي من يوم تلاتاشر تلاتة لحد ستاشر تلاتة. تمام? الارباح اللي هيحصل عليها افضل مسوق او رقم واحد آآ كبائع للمنتج ده او مسوق للمنتج ده هيحصل على الفين دولار اضافية على ارباحه من التسويق بالعملة او الكميشن اللي هيحصل عليها مقابل كل ما بيها. ورقم اتنين هيحصل على خمسمائة دولار اضافي. ورقم تلاتة هيحصل على متين وخمسين دولار اضافي. اضافة على آآ العمولة بتاعته من بيع آآ كل مرة من المنتج اللي انت بتسوأ له. طيب علشان يتم قبلنا فيه المنتج ده بقى ونسوأ له بطريقة صحيحة هنعمل ايه? كلها اللي انت بتعينه بتضغط هنا على بضغط على علشان يفتح لي الصفحة دي. طبعا كل منتج انت عايز تسوأ له لازم بتقدم على طلب آآ لصاحب المنتج علشان يشوفك انت هتسوأ آآ للمنتج ده ازاي او هتسوأه على يوتيوب على موقعك الكتروني على صفحاتك على الفيسبوك على على تويتر اي ان كان المنصة اللي انت هتسوق عليها بتكتب الرسالة التسوئية بتاعتك هنا وتقول له انا موافق على شروط الاحكام وبعد كيف تضغط على زي ما انت شايف هنا بعد ما بتقدم طلب آآ الانضمام للتسويق للمنتج ده هنا بيقول لك وبنتظر يوم او يومين على الاكثر بيتم ارسال رسالة للموافقة على التسويق للمنتج ده وما تقلقش آآ المعظم بيتم الموافقة عليه لانه هم عايزين مسويقين كتير هم مش خاصرين حاجة عايزين مسويقين كتير يسوقوا للمنتج لو الله لو انت سوقت وبيعت المنتج فانت تحصل على عمولة ولو كنت من البائعين الافضل فانت تحصل على حوافز اضافية زي ما شفنا طبعا بتنتظر بقى الموافقة على التسويق للمنتج ده فمجرد ما بيتم مقبولك بتاخد رابط الافليات وتبدأ تسوق للمنتج ده علشان تحصل على عمولة زي ما قلناك وميشن خمسين في المية من سعر المنتج اللي وقمته ستة وعشرين دولار وهنا بقى بتبدأ خطواتك او استراتيجياتك الرأسية للتسويق بالعمولة للمنتج ده واللي احنا بالفعل شرحنا اكتر من استراتيجية للتسويق بالعمولة على منصة جيفيزو او منصة كليكبانك وانا شرحهم بالتفصيل فوق في حرف الاي هنا ده رابط قايمة تشغيل خاصة بالتسويق بالعمولة مخصصة للتسويق بالعمولة وهسيب لك برضو جميع الرابط في صندوق الوصف وان شاء الله في الفترة الجاية هيكون في فيديو مخصص لاستراتيجية كاملة وحصرية للتسويق لمنتجات جيفيزو واختيار افضل المنتجات وضمان قبولك في اه المنتجات القوية على منصة جيفيزو وازاي تسوق بطريقة صحيحة وطريقة نجحة علشان تقدر تحقق افضل الارباح ان شاء الله فانتظروا وترقبوا الفيديوهات القادمة اللي هتكون كلها عن التسويق بالعمولة ان شاء الله والمخصصة للمبتدئين فلو انت وصلت لحد هنا ولسه بتشوف الفيديو فانت من الابطال وعشان انت من الابطال انا هسيب لك كوبون الحصول على كوبون بقيمة 100 دولار تقدر تحصل عليه من خلال الرابط الموجود في حرف الاي هنا فيديو الحصول على كوبون بقيمة 100 دولار تقدر تشوفه وتشوف ازاي هتحصل على الكوبون اللي بقيمة 100 دولار تقدر تستغلهم وتسوق للمنتج اه بتاعك على منصة جيفيزو او اي منصة اخرى وطبعا لو وصلت نهاية الفيديو فرجاء اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا بمجرد رفع على القناة ولو الفيديو عجبك ما تستخسرش فينا اللايك ولو ما عجبكش اعمل ديس لايك واكتب سبب عدم اعجابك ليه الفيديو وايه اللي مش عجبك في فيديو النهاردة ولو ليك اي استفسار او اي كومنت عن اي استراتيجية خاصة بيه الربح من الانترنت والربح من التسويق بالعمولة ما تترددش لحزة واحدة وسيب استفسارك في كومنت تحت الفيديو وان شاء الله نرد عليك في اسرع وقت ممكن انتظرونا فيديو جديد واستراتيجية جديدة للربح من التسويق العمولة هشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته